السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 26 نيسان إبريل طبعاً القمر موجود في برج السرطان اليوم في عنا خلو مسار في ساعة المساء المتأخرة من مساء اليوم الأربعة ومستمر خلو المسار من ساعة مساء الأربعة لصباح يوم الخميس خلينا نروح على توقعاتنا اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم القمر ما زال موجود في البيت الرابع ولكن تشكل الزوايا السلبية بيخلي في بعض الأحداث اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة تطغى على الساحة يا توتر يا أعطال يا مشاحنات يا حسسيتك لزيادة عن اللزوم حاول إنك ما تحاول فرض وجهة نظرك على أي شخص من أفراد العائلة تقدر اليوم تدخل أي تعديل مطلوب على مسكنك ولكن حاول إنه يكون بدون مصاريف ممكن تهتم بصحة أحد أفراد العائلة وممكن اهتمامك يكون في حل مشكلة أو خلاف أو انتقاد أو موقف معاكس حدث مع أحد أطراف العائلة أهم شيء ضبط الأعصاب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم نشاط عالي جدا على مستوى التنقلات والاتصالات والسفريات والحوارات والنقاشات ولكن بدك تكونوا أكثر صبرا على الطرقات اللي عندهم امتحان أو عندهم مقابلة بدون يركزوا بشكل جيد وما يعصبوا خلال هذا اليوم صحيح أنه اليوم حديت الطبع موجودة عندك كلامك ممكن يكون جارح أو تفقد السيطرة على أعصابك وتنفعل بشكل مبالغ فيه اضبط أعصابك قدر الإمكان وابعد عن المشاكل قدر الإمكان ممكن نفسيتك يكون فيها بعض التقلبات أو تشعر ببعض الاكتئاب ولكن حاول أنك تخرج لو تمشي تتحرك تلعب رياضة بيكون أفضل على أساس أنه أنت تفرغ الطاقة السلبية بحركتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم بيحمل فرص ممتازة جدا للمكاسب المالية ولكن أغلب موليد برج الجوزاء اللي معهم فلوس واللي ما معهم فلوس اليوم رح يصرفوا فلوس يعني لو بتداين بده يصرف اليوم فيه نهم عالي جدا على أو المبالغة جدا في عملية الصرف فبدكوا تنتبهوا عن الأمور المالية من مصريف أو ضيهع أو بعض النصابين أو المحتالين أو الخسارات المالية فيه أشخاص ممكن يهتموا بأمور إلها علاقة بالفواتير بترتيب وضع مالي معين ومنكم ممكن يحصل على مال أو على هدية ولكن هذا نسبة قليلة جدا من موليد الجوزاء اللي ممكن تصير معهم وبتيجي بشكل مفاجئ برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتوا عندكم طاقة عالية جدا وسرعة بديها قوية جدا ونشاط وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير 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 من مشاغلكم طاقتكم ممتازة ولكن حسسيتكم عالية ممكن بعضكم يشعر بالاكتئاب بالبكة بالحزن حابب يفرغ الطاقة اللي موجودة عنده حاولوا ما تخلوا الاكتاب يسيطر عليكم أكثر وحاولوا إنكم ما توجهوا كلمات لاذعة للأطراف اللي بتتعاملوا معهم عشان ما ينفهموا غلط وبرضو حاولوا قدر الإمكان إنه يعني بدون مشاكل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب جدا للمشاكل هذا يوم متعب جدا لأنه القمر المازال موجود في بيت المتاعب طبعا أنا بجامل في حالي حاولت أعطي حالي طاقة إيجابية ما زبطت هذا يوم متعب جدا لأن القمر موجود في بيت المتاعب بصيطر التعب والحدية والمزاجية والانفعال إنجزوا فقط ما بوسعكم من الأعمال العاجلة وحاولوا تخلدوا للراحة ابعدوا عن أي مشاحنات مهما كانت وبرضو في نفس اللحظة انتبهوا للوضع الصحي من بعض التقلبات المفاجئة وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالأمعاء انتبهوا لأمعاءكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ومنكم أشخاص ممكن اليوم يركزوا على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمناسبات والعلاقات والحفلات والأمور هاي وتعاملهم مع الأصدقاء ولكن ممكن ينتج التصرف من أحد الأصدقاء أو من أحد المعارف يستفزك فردك ممكن يكبر المشكلة حاول قدر الإمكان تتجاوز هاي المشاكل لحديث ما ينتقل القمر كمان درجة عشان أنت تقدر ترد براحتك ويكون الحض حليفك في هاي المسألة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم برضو التركيز على موضوع السمعة وعلاقاتكم بالمسؤولين في من كل يوم رح يبادر لمصالحة أو تقارب أو تراجع عن قرار سابق أهم شيء أنك ما تشوه سمعتك حاول أنك ما تتصرف بأي أمر في مغامرة أو مجازفة أو مخالفة قوانين أو تهور لأنه اليوم ما في مجال للمهادنة حاول أنك تكون حذر قدر الإمكان الفترة هاي مش فترة إيجابية ولا لأي أمر ممكن يسبب لك مشاكل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد ولكن اللي عنده سفر أو عنده قيادة سيارة بالشوارع المفتوحة بده ينتبه بشكل جيد ويقود السيارة بحذر وأيضا اللي عندهم سفر بدهم يتفقد وأمتعتهم بشكل جيد ممكن أي تصرف من شخص أجنبي أو خارج البلاد يستفزك ويصير خلاف أو يصلك خبر من خارج البلاد شوي يوترك أو يخليك تزعل فما في داعي أنك تنفعل وحاول أنك تضبط أعصابك هذا اليوم لا يصلح للقضايا والمحاكم والأمور القانونية وبرضو اللي عنده امتحانة أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بتنهمكوا بضبط شؤونكم المالية المشتركة يعني أي مال معك شريك فيه بدك تنتبه على الأمور المالية من المصاريف والدفع اللي بتيجي مفاجئة أو ممكن يكون عندك آرق من بعض الالتزامات المالية اليوم الأجواء ضاغطة فممكن برضو يكون فيه مشاكل على مستوى البيت أو على المستوى العائلي أو على المستوى الصحي لك تنتبه لهاي الأمور بشكل جيد أو ممكن صحة أحد العحبة إلى هم الأمور المالية المشتركة انتبه من التصرف بأموال دون ما تتأكد من أنه عندك قدرة أو صلاحية على استخدامها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم القمر موجود مقابلكم فعشان هيك بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك هو بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالزوج أو الزوجي ولكن وبرضو بالعمل مع الشركة ولكن تنتبهوا طاقتكم ضعيفة والعصبية في أوجها فبتكن تتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها وتضبطوا عصابكم لأنه اليوم أي مشكلة أو أي خلاف أنت الحلقة الأضعف يعني خصمك أقوى منك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت السادس يعني التركيز كله رح يكون على العمل رح تهتموا بأمور العمل بشكل كبير وعلاقاتكم بزملاء العمل وأيضا الأمور اللي إلها علاقة بالوضع الصحي انتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات الصحية أو التراجع الصحي وحاولوا أنكم ما تدخلوا بمواجهات مع زملائكم حاولوا أيضا تنتبهوا على أمعائكم على معدتكم من الأمور اللي إلها علاقة بالتقلبات لأن الوضع ما فيه مجال للمغامرات والمخاطرات يعني بمعنى آخر اليوم اهتم لعملك واهتم لصحتك بشكل كامل إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الخامس بيعطيك طاقة حلوة وممتازة جدا وراغبة في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن بدك تنتبه أن القمر اليوم بوضع سلبي فعشان هيك بدك تنتبه من حساسيتك اتجاه الحبيب أو سوء تفاهم أو تصرف شوي يستفزك من أحد الأحبة أو أحد الوالدين وأيضا ممكن قلق يا عصحته يا على خلاف ما بينكم بسوء تفاهم الأهم برضو علاقتكم مع الأبناء تكون مرنة حاول قدر الإمكان ما تبالغ بالحضود لأنه ما في يعني ما تعتمد على الحظ خلال هذا اليوم الوضع ما بيساعد على المغامرات حاول تستفيد من الترفيه وتغيير الجو والمزاج العالي بدون ما تخلي الاكتئاب والأوهام أنهم يسيطروا عليك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر